من هو عبد الرزاق بن حمدوش هو أبو محمد عبد الرزاق بن محمد بنت أحمد بن حمدوش أو حمادوش بن علي المالك الجزائري مولدا ومنشأا وموطنا ولأن اسم أبيه محمد واسم حمدوش مشهور بين أهل الجزائر والعالم ولد عبد الرزاق بن حمدوش في مدينة الجزائر العاصمة في شهر رجب سنة 1107 من الهجرة الموافق لشهر فبراير 1695 ميلادي وتوفي والده وهو لا يزال صغيرا وكان من أسرة ميسورة الحال تشتغل بالدباغ على شكل تعاونيات عائلية تعلم ابن حمدوش على طريقة عصره فتلقى مبادئ علوم الدين واللغة بعد أن حفظ القرآن الكريم على عادة أبناء بلده على أيدي علماء وشيوخ بالجزائر وعندما بلغ العشرين من عمره بدأ رحلته العلمية فبدأ ببلاد الحجاز والشام ثم مصر ثم تونس والمغرب الأقصى ثم عاد للوطن فأخذ العلم من علمائها ومنحوه إجازات في الحديث ثم في الفقه ثم تلقى فنون كثيرا منها الفلك وكذلك الحساء وشيئا من الأدب وكذلك علم الأعشاء وكان له شيوخ فيها فقد تتلمدى عبد الرزاق بن حمدوش على عيد الكثير من الشيوخ في بلاد الجزائر منهم الشيخ محمد بن ميمون وكذلك القاضي مصطفى بن رمضان العنابي كما عاصر المفت الشاعر بن علي وكذلك عبد الرحمن الشارف وتتلمد على يد أحمد بن عمار صاحب نحلة اللبن وأحمد الرزاق البوني وكذلك من من قرى عليهم وأجازه في المغرب الشيخ محمد بن عبد السلام البناني الفاسي وكذلك أحمد الورزي أبتتواني وأحمد السرائري وأحمد بن المبارك والشيخ الحكيم الحاج عبد الوهاب أذراق ومن مصر أخذ عن أبي العباس أحمد بن مصطفى بن أحمد ورغم أنه درس على طريقة أهل زمانه غير أنه كان منصبا كثيرا على الكتب العلمية ومن كتب العلماء الذين درس لهم في الطب والمنطق ابن سيناء وكذلك الأنطاكي وكذلك ابن بيطار والقلديس وغيرهم من علماء الفروس والعرب واليونان فكانت له ثقافة معاصريه ولكن ما فرد عنهم بالتخصص في الجانب العلمي من هذه الثقافة فنجد ابن حمدوش يميل بطبعه إلى ما يسمى اليوم بالعيوم الرياضية والطبية وما شاكلها وهو صيدلي وطبيب وحساب وفلكي وفرضي ومنطقي وقد ألف هذه العلوم كما عرفنا وكما تشهد كتبه التي ذكرها في رحلته الجوهر المكنون في بحر القامون وهو مفقود أجزاءه الثلاثة والمعروف منها الجزء الأول كشف الرموز والجزء الثاني في كتابه بمحلته لسان المقال في النبع عن النسب والحال فكشهد رحلته أنه كان رحالا كثير الاهتمام بالطبائع الناس وقرائب الأشياء دقيق الملاحظة كتب عن ولاته وعلماها الجزائر وعاداتها وتقاليدها ابن حمدو الشخصية قليلة الوجود في ذلك العصر ولقد أولى العلماء المسلمين أهمية بالغة لرحلته لتميزها بسرط أخبار سياسية وثقافية واجتماعية في تلك الحقبة من الزمن وأولى العلماء الأوروبيين بآثاره العلمية وقد طبعوا نشر له كتابه في الأعشاب كشف الرموز ونوهوا به واعتبروه خارج عصره إعداد الهيئة العلمية للجمعية الوطنية لممارسة العلاجية التقليدية والتكملية ابن حمدو الشخصية الجزائر